حال المكان ليس ذلك الذي كان عليه قبل عام في مثل هذه الأيام فالقادمون قليلون وفي أنفسهم من الخوف شيء ذاك أن وباء كورونا فرق كثيرا من اجتماع الناس في مكان واحد حتى وإن كان ذلك المكان دارا للعبادة لربما يخطر في بالك تساؤل من قبيل هل تختلف العبادة من مكان لآخر؟ الإجابة هنا تحمل نوعا من المفارقة فمن حيث الأجر والثواب لربما لا فأرض الله كلها صالحة للعبادة اعبده حيث وكيف وأينما تشاء لكن ماذا عن الأحاسيس الروحانية؟ ماذا عن الأشياء المعنوية؟ لماذا تتغير من مكان لآخر؟ أو بالأحرى لماذا تكون كثيفة في مكان دون آخر؟ ذاك ما يمكن تسميته بسر الأمكنة والسر هنا ليس ماديا بحتا وليس بذلك التصور الصوفي المغلف اللامادي أو الغيب بل هو خليط بين هذا وذاك هو نتاج للاستعداد الروح والعراقة والأصالة هو خليط من صفاء الرؤية وجمال المكان هو تأمل الحاضر بذاكرة الأمس هو امتداد روحاني للعبادة والعادات الثقافية بين الناس بوصف كهذا تستطيع قراءة إحساسك وأنت تتجول في مثل هذه الأمكنة التاريخية وقد تكون هناك تعابير أخرى كالتي يرويها الناس عن مشاعرهم وعاداتهم ونوع علاقتهم بالمكان ونصطل في رمضان وغير رمضان لكن في شهر رمضان فيها العبادة يعني تتجول فيها يكثر قراءة القرآن الكريم ومن بين الظهر والعاصر والمغرب تحس قو ثاني النوحانية ثانية حتى ملامس القدنان تحس القدان تحس التناب تحس كل حاجة ثاني مختلف يعني حتى الماء نشنب الماء من اللي يسمونه هذاك دوح كده ونشنب القلاصات عادي ما بش معنا قلاصات طبيعي جدا أيام زمان نحس بأيام زمان نمضان زمان نتكلم قماء عادي ما بش حتى ما بش ناس هنا سعبقية القوامع كده يقلسوا هدونه طبيعي كله قنآن كله تلاوة حضور الأمكنة دوما ما يطغى على حضور الإنسان سواء بالعمر أو بتلك العلاقة الروحانية التي تتجدد في مواسم معينة أو ترتبط بأحداث تاريخية مهمة